بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة سبعة أعمال يستمر ثوابها بعد الموت كل إنسان منها سيموت أيها الأحبة هذه حقيقة يقينية لم يفر أو ينجو منها أحد لأن الله تبارك وتعالى هو القائل أينما تكون يدرككم الموت ويقول أيضا قل إن الموت الذي تفرون منه تهربون منه يعني فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أحبة في الله انتبهوا معي رجاء أنت الآن إذا أردت أن تذهب إلى بلد بعيد في رحلة في سفر من الطبيعي كل واحد منا يفكر ماذا يأخذ معه طب إذا أردت أن تترك المكان الذي أنت فيه نهائيا وتذهب إلى مكان آخر دون عودة ماذا تأخذ معك؟ أكيد كل واحد منا يجتهد ويفكر ويجهز الزاد من أجل هذه الرحلة ويجهز أشياء سينتفع بها فيما بعد طيب نحن كلنا ذاهبون إلى الموت لماذا لا نفكر ماذا نحمل معنا من هذه الدنيا؟ يعني لماذا كل تفكيرنا منصب على ماذا؟ على شيء واحد فقط هو الحياة الدنيا كل اهتماماتنا منصبة على الحياة الدنيا طيب ماذا سنأخذ معنا إلى العالم الآخر إلى عالم البرزخ النبي عليه الصلاة والسلام يقول هناك سبعة أشياء تستطيع أن تحملها معك ويستمر ثوابها ما تبقى ستتركه البيت والوظيفة والشهادة والمال والمتاع كل شيء ستتركه وراءك سبعة أشياء ستأخذها استمع معي أخي الحبيب إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم نتأمل ونتدبر هذه المعاني السبعة العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته أولا من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة انظروا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام من بدأ بالعلم النافع من علم علما لأن العلم أخي الحبيب يتجاوزك ويتجاوز من علمته لأن من علمته سيعلم غيره وغيره سيعلم غيرهم وربما تعلم شخص فيمتد أثر هذا العلم إلى ألاف الأشخاص هي سلسلة هندسية كل هؤلاء الثواب الذي سيأخذه كل واحد من هؤلاء لك مثله يعني انظر معي إلى الكرم الإلهي يعني اليوم مثلا أنت تستطيع أن تساهم بنشر معلومة ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم تتيح لنا هذا المجال بسهولة وأنت في غرفة نومك بضغطة زر تستطيع أن ترسل معلومة نافعة عبر واتساب عبر فيسبوك عبر أي موقع تواصل تستطيع أن تصل به إلى الناس أرسل هذه المعلومة قد تصل في النتيجة إلى ملحد يهديه الله سبحانه وتعالى فتأخذ ثواب كل هؤلاء إذن العلم النافع أيها الأحبة هو أمر مهم جدا ومتاح ولكن للأسف يعني أنا حسب ما لاحظ أننا نستخف به لماذا؟ لأننا لا نفكر بما بعد هذه الحياة لا نفكر بالموت ولا بحياة البرزخ يجب أن تبني أخي الحبيب تبني في حياة البرزخ تبني حياتك الخاصة هناك أنت ستذهب وحيدا وتموت وحيدا وتدخل قبرك واحدا لن يدخله أحد معك وبالتالي يجب أن يكون معك من يؤنسك في هذه الظلمة أهم شيء العلم النافع طيب أجرى نهرا ليس المقصود أنك تصنع نهرا لا أنت تساهم في إيصال الماء لأي شخص بكل بساطة وكذلك أو حفر بئرا يعني النبي هنا أراد أن يفتح لك المجال كل إنسان أنت تكون سبب في يعني أن يأخذ شربة ماء بسببك شربة الماء هذه يستمر أجرها بعد موتك لأن هذا الماء فيه حياة للناس طبعا هنا أنا كرأي شخصي استطيع أن أقول إن كل أنواع الصدقات الجارية يستمر أجرها ليس فقط الماء يعني إذا غرست شجرة مثلا إذا كنت سببا في توظيف شخص أو سببا في تشغيل شخص أو سببا في إغناء هذا الإنسان أن تكون سببا في الخير طيب ما هو الشيء الرابع أو غرس نخلا طيب من فتح مصنع صغير أو ورشة صغيرة وبدأ يشغل الناس على نية أن يغني هؤلاء الناس ثم مات واستمر هذا العمل بعد موته هذا كأنه زرع نخلا إذن القضية طيب من زرع شجرة تين أو شجرة مثلا تفاح أي فاكهة وأكل منها سواء دواب سواء إنسان سواء أي مخلوق لا يستمر أجره إذن هنا أخي الحبيب النبي يريد أن يغرس فينا ثقافة العطاء ثقافة أن تعطي دون مقابل أن تنتظر المقابل بعد الموت وليس في الدنيا معظمنا للأسف اليوم ما الذي يحدث؟ حتى إذا رن التليفون كثير من الناس ينظر إلى الرقم المتصل فإذا كان له مصلحة شخصية دنيوية عاجلة يرد إذا كان هناك مصلحة سيستفيد منها بعد الموت لا يرد يعني نحن الآن نفعل العكس عكس ما أمر نبيه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك نجد البلاء الوباء الكل يشكو طيب الحل بسيط اتبع تعاليم هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إنسان أرادك في خدمة في مساعدة وأنت لن تستفيد منه شيئا بل ستخسر ماديا طيب هذه المساعدة نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد في بعض أحاديثه أنه إذا مشى في حاجة أخ له أحب إليه من أن يعتكف في مسجده المسجد النبوي شهرا كاملا أن يقضي حاجة إنسان طيب اليوم نحن فقدنا هذا الأمر تذهب لقضاء حاجتك وتسأل مئة إنسان قد تجد خمسة يستجبون أو لا تجد أحدا طيب لماذا؟ الكل يلهث وراء المصلحة الشخصية العاجلة هذا الحديث الشريف أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينمي لدينا ثقافة العطاء دون مقابل أن ننتظر الأجر من الله وبالتالي أخي الحبيب يجب أن تنتبه لهذه الناحية إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة جدا مطمئنة جدا يجب أن تتبع نصائح النبي عليه الصلاة والسلام طيب أو بنى مسجدا الحقيقة بناء المساجد ليس من الضروري أن تبني مسجد كامل أن تساهم ولو بدرهم ولو بالقليل لا تحقرن من المعروف شيئا لا تقول ماذا سيصنع هذا الدرهم أو هذه التمرة حتى اتقوا النار ولو بشق نصف تمرة تقسمها بينك وبين إنسان محتاج قد تكون سببا في إنقاذك من نار جهنم الله كريم جدا أيها الأحبة الكرم الإلهي أكبر بكثير مما نتصور كلمة طيبة قد تدخل بها الجنة ومثل كلمة طيبة مثل كلمة طيبة كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي ماذا وقلها كل حين بإذن ربها إذن قد تتكلم بكلمة طيبة تدخل بها الجنة وهناك أحاديث في هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا أن الإنسان أو المؤمن أو العبد أو أي إنسان يعني الرجل إذا تكلم بالكلمة من رضى الله عز وجل رضي الله بها عنك يدخل بها الجنة ويتحدث بالكلمة من غضب الله وصخط الله تهوي به في جهنم سبعين خارفا ولا ياذب الله كلمة واحدة إذن القضية حساسة جدا أخي الحبيب لا تقول ماذا سأستفيد وماذا وماذا لا ليكن لتكن ثقافتك دماغك هذا يعمل بصورة مستمرة على العطاء أن تعطي دون مقابل أن تعطي دون مقابل هذا سر سعادة الأنبياء سر سعادة الصالحين أنهم كانوا يقدمون دون مقابل جامعة هارفورد أنا تحدثت أدة مرات عن دراسة طويلة امتدت أكثر من خمسين سنة نصف العلماء الذين شاركوا فيها ماتوا دراسة طويلة جدا ما هي هذه الدراسة؟ موجودة على موقع جامعة هارفورد قالوا نريد أن نبحث عن سر السعادة وطول العمر والحياة الصحية الهادئة والجيدة وسر الحياة المطمئنة فدرسوا حياة آلاف الأشخاص على مدى كما قلنا عشرات السنين وكثير منهم توفي ودرسوا عمره الحياة التي عاشها وحالته الصحية والحالة النفسية من خلال أسئلة كانت توجه لهم استبيانات المهم النتيجة النهائية التي يوصل إليها أن أي أن أطول الناس أعمارا هم الذين يقدمون أعمال خيرية وأعمال تطوعية ويقدمون أشياء دون مقابل ثقافة العطاء أنت عندما تبني مسجدا مثلا أو تزرع نخلا أو تجري ماء أو تساهم في نشر علم نافع ماذا ستستفيد ماديا ولا شيء ماذا ستستفيد في الدنيا ولا شيء لأن هدفك الله عز وجل ومرضاة الله طيب أنت عندما قدمت هذا الشيء لله الله عز وجل سيكافئك يوم القيامة بل لحظة الموت المكافأة تبدأ لحظة الموت منذ لحظة الموت تأتيك ملائكة الرحمة بأبها الصورة هذه أول مكافأة لك أجمل صورة لأجمل شيء يمكن أن تتخيله هذا هو شكل ملائكة الرحمة يأتوك بالبشرة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذه أول مكافأة لك يعني قبيل الموت وبعد الموت طبعا بل أحياء عند ربهم يرزقون يعني هؤلاء الشهداء طبعا أحياء عند ربهم يرزقون ولكن حتى المؤمنين أيضا سيكونون عند ربهم يرزقون لأنه مات في سبيل الله أمضى عمره في سبيل الله ليس في سبيل الدنيا طيب في الدنيا هناك مكافأة يمكن أن أسميها مكافأة عاجلة يعني أنت عندما تحب شخص لكي لا تؤجله كثيرا لتعطيه المكافأة النهائية تعطيه مكافأة عاجلة المكافأة العاجلة هي السعادة والطمأنينة التي يشعر بها من يعطي هذا المال من يعطي هذا العطاء دون مقابل من يقوم بأعمال البر دون مقابل طيب هذا ما تقوله جامعة هارفرد وجدوا أن الدماغ دماغ الإنسان الذي تعود على العطاء يكون أكثر إفرازا لهرمونات السعادة ومنها هرمون الدوبامين الذي يشعر الإنسان بالطمأنينة والسعادة والفرح والسرور فلذلك خرجوا بنتيجة أنك إذا أردت أن تعيش حياة طيبة وحياة هادئة وعمر مديد ونسبة الأمراض التي تصاب بها قليلة يعني تتمتع بنظام مناعي قوي عليك أن تكثر من أعمال البر والأعمال التطوعية وهذا الكلام على موقع جامعة هارفرد أيها الأحبة أنا أقتبث وأقول لكم موجود هذا الكلام طيب طيب حبيبنا عليه الصلاة والسلام أكد هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرنا والقرآن العظيم ماذا قال؟ قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا؟ فلنحيينه حياة طيبة هذه السعادة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يوم القيامة إذن أخي الحبيب يعني أنا أريد أن نعمم ثقافة العطاء طيب بقي معنا عملين يذهبان معك إلى القبر يضيئان لك القبر ويستمر ثوابهما يعني الثواب مستمر يأتيك وأنت في قبرك إذن هنا أنا أود قبل أن أقول هذين العملين أن نغير ثقافة أن الإنسان إذا مات انتهى كل شيء لا وأنت في قبرك تزداد ثوابا وتزداد كمية الحسنات تزداد ودرجاتك تزداد عند الله وأنت ميت تصور يعني أنت لا تستطيع أن تفعل أي شيء بعد الموت ولكن يأتيك الأجر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو ورث مصحفا أو ترك والدا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته صلى الله عليه وسلم يعني والله شيء عجيب أيها الأحبة ما معنى ورث مصحفا يعني أي واحد يستطيع أن يشتري مصحف ويعطيه لشخص ولكن هذا العمل فيه ثواب لأن هذا الإنسان قد يهتدي ببركة هذا المصحف ولكن الأهم أن تعلمه ماذا في المصحف ماذا يوجد في المصحف يعني هنا درجات طبعا لأن هذا المصحف الذي تعطيه لشخص قد يضعه على الرف فلا يستفيد منه شيئا ولكن أن تعطيه المصحف وتعلمه أهمية ما في هذا المصحف وكيف يقرأ هذا المصحف وكيف يدعو الله بهذا القرآن وكيف يتدبر القرآن إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه لغيره طيب القضية الأخيرة وهي مهمة جدا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته إذن هذه قضية أخي الحبيب نحن نهمل أولادنا كثيرا في هذا العصر للأسر بسبب المشاغل وضغوط الحياة وغلاء المعيشة وضغط المعلومات الذين تعرض لهم كل يوم ولو بضع دقائق أعطي ابنك معلومة أنت ظاهريا تظن أنه لا يستفيد منه شيئا ولكن العقل الباطن يخزنها قل له يا ابني إن تارك الصلاة سيحشر في وادي اسمه سقر ولا ياذ بالله ويدخل هذا الوادي ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قل له يجب أن تعطي لله لكي يرحمك الله لكي يعطيك الله سبحانه وتعالى يجب أن تغفر يجب أن تتسامح ربما ظاهريا لا يرد عليك ربما ظاهريا يمسك الموبايل وهو ليس معك ولكن مع التكرار وكل يوم كل يوم ولو خمس دقائق ولو ربع ساعة حسب وقتك تعطيه هذه المعلومات حسب مبادئ علم النفس أخي الحبيب العقل الباطن يخزن كل شيء فهذه المعلومات تبقى موجودة وتتراكم تشكل معلومات تراكمية ربما بعد 20 سنة يتذكرها ويعمل بها فإذا لا تقول والله أنا ابني عاق ابني لا يستمع لي ابني حياته كلها عبارة عن ألعاب وإلكترونيات وموبايل وكذلك وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها يكفي أن تذكره بالصلاة كل يوم لا تيأس حتى تموت لأن الأجل قريب أخي الحبيب هذا الولد عندما تغرس فيه هذه المعلومات حتى لو لم يطبقها الآن ربما يتذكرها بعد موتك ويحزن أنه لم يطعك في حياتك فموتك يكون تنبيها له أنه يجب أن يصلي ويزكي ويصوم ويفعل الخير ويتسامح مع الناس وأنت تأخذ الأجر يعني أي معلومة تلقيها سواء لابنك أو لغيره أنت تأخذ أجرا عليها لذلك يعني لا تيأس من روح الله إذن أحبتي في الله خلاصة هذا اللقاء باختصار هذا الحديث يعلمنا سبعة أشياء تشمل كل مناحي الحياة تستطيع أن تقوم بها منذ الآن على الأقل تساهم بنشر معلومة لن تخسر شيئا أن تعطي نصيحة لابنك إذا لم يكن لديك ولد لأخيك لجارك لصديقك لأن لأن الابن الذي يستغفر لأبيه يصله ثوابه ولكن أنا إذا أعطيت نصيحة لصديقي ونصحته بالصلاة وبالفعل بدأ يصلي ودعا لي بالخير فإذا متت سيستغفر الله لي ويصلني ثواب هذا الاستغفار إذن القضية لا تخص فقط لابن ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لابن لأن الابن يكون بين يديك أنت الذي ترعاه وتربيه وأنت مسؤولا عنه أما أي معلومة فيها خير قدمها للناس لا تبخل بالمعلومة ولا تطلب ثمنا لها لا تطلب ثمنا لها أبدا انتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى الذي قال ورزق ربك خير وأبقى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر